اشتركوا في القناة جوجل درايف ودرب بوكس كما ان فيه مساحات مجانية اكبر من تلك المواقع وسنتعلم في هذا الفيديو كل شيء تقريبا عن هذا الموقع سنتعلم كيفية انشاء حساب على ميجا وكيفية زيادة المساحات المجانية وكيفية رفع الملفات وكيفية مشاركة روابط بعض الملفات وكيفية ازالة تلك الروابط تابعوا معنا الفيديو الى النهاية لتعرفوا كل شيء عن هذا الموقع بسم الله الرحمن الرحيم بداية لعمل حساب نتوجه أولا الى المتصفح ثم نذهب إلى جوجل ونكتب ميجا نضغط انتر وندخل إلى أول رابط ميجا ننتظر قليلا حتى يفتح نضغط له موافق الآن بإمكاننا إنشاء الحساب من هنا أو من الأعلى أو إذا كان عندنا حساب فنضغط على تسجيل الدخول ندخل إلى إنشاء الحساب والآن نكتب الاسم الأول ثم اسم العائلة طبعا الاسم الحقيقي ليس مطلوبا هنا هنا يحتاج مننا بريد أنا أنشأت بريد وهمي على جيميل لنستخدمه هنا نحتاج إلى كلمة سر قوية نوعا ما تتألف من حروف كبيرة وصغيرة ورموز ونعيد كتابة كلمة السر مرة أخرى نوافق على الشروط ونقول له إنشاء حساب تظهر لنا الآن هذه النافذة وفيها طلب تحقق من الإيميل نذهب إلى الإيميل كي نؤكد له الحساب الآن ندخل إلى جيميل حساب الجيميل أو أي حساب أنت تستخدمه أي إيميل تستخدمه كما رأيتم هنا عندنا رسالة من ميجا ندخل عليها ونوثق البريد توثيق البريد كما رأيتم يطلب مننا الآن إدخال كلمة المرور مرة أخرى نكتبها مرة أخرى كلمة المرور حساب الميجا ونضغط على التأكيد الآن تم تأكيد الحساب هنا يطلب مننا اختيار نوع الحساب الذي نريده عندنا حساب مجاني وعندنا حسابات مدفوعة كما تشاهدون ولها ميزات ومساحات أكبر بكثير مثلا عندنا هنا 400 كيجابايت وهنا عندنا 2 تيرابايت 8 تيرابايت و 16 تيرابايت نطلب الحساب المجاني هنا يطلب مننا تنزيل التطبيق على الحاسوب إذا أردنا نحن سنتخطى هذا الأمر نضغط على تخطي أو سكيب ننتظر قليلا تم إنشاء الحساب والآن كما رأيتم عندنا هنا مفتاح الاستعادة في حال ضاعت كلمة المرور بإمكاننا استعادتها عن طريق هذا الرقم نقول له حفظ كما رأيتم تم حفظ الملف طبعا يجب أن نحتفظ بهذا الملف في مكان آمن في الحاسوب في حال أضعنا كلمة مرور الحساب بإمكاننا الرجوع إلى هذا الحساب بهذه الطريقة فقط الآن كما رأيتم أصبح عندنا حساب على ميجا بإمكاني الآن حذف هذا الملف الذي هو ملف تعريفي الآن لنستعرض الأدوات الموجودة في ميجا أولا هنا لوحة التحكم وهي كمية الاستخدام عندنا الآن نحن نستخدم 2 ميجا بايت والمساحة الكلية هي 50 جيجا بايت كما رأيتم وهنا بعض الأمور أساسية عندنا هنا السحابة وهذا هو المكان الأساسي الذي سنعمل عليه وهي هنا السحابة وهنا ملفاتنا وأي أمر نريد أن نعمل عليه سيكون في هذا المكان وهنا نشاطة الأخيرة التي قمنا بها وهنا عندنا الروابط والعناصر التي شاركناها إذا شاركنا شيئا مع أحد فإنه سيظهر هنا طبعا لا يوجد شيء لأننا فتحنا الحساب من جديد هنا عندنا جهات الاتصال إمكاننا إضافة بعض الجهات الاتصال للمحادثة معها وإرسال روابط لها وهنا عندنا المحادثة طبعا هذا التطبيق بنفس الوقت هو تطبيق سحابي تخزين سحابي وبنفس الوقت هو تطبيق للمحادثة فإذا أردت أن تراسل أحدا أو تتكلم معه فهو تطبيق محادثة مشفر أيضا هنا عندنا سلطة محذفات أي شيء حدفنا موجود هنا وهنا بعض الأمور مثل الربح من هذا التطبيق هذا موضوع آخر وهنا عندنا الإعدادات هنا عندنا بعض الإعدادات مثل الإسم تغيير الإسم أو تغيير الميلاد ووضع الصورة شخصية وبإمكاننا أيضا أن ننظر إلى بعض الأمور يهمنا من هذا الباقة هنا كما رأيتم عندنا الآن هنا مساحة التخزين مساحة التخزين الأساسية هي عبارة عن خمسة عشرة جيجا بايت خمسة عشرة جيجا بايت أساسية لا تنقص وعندنا هنا خمسة وثلاثين جيجا بايت وهي هدية مؤقتة من الموقع طبعا شهادت كثير من الفيديوهات يقولون أن الميجا يعطيك خمسين جيجا بشكل دائم خمسين جيجا بايت مجاني وهذا الكلام غير دقيق هناك خمسين جيجا بداية منها 35 جيجا بايت مدتها شهر واحد فقط هدية على فتح الحساب بإمكانك إضافة بعض الجيجايات هدية إذا أنجزت بعض الإنجازات نضغط على إنجازات لنرى كما رأيتم عندنا هنا 35 جيجا بايت لأننا سجلنا دخول جديد وهي تنتهي خلال 30 يوم وهنا عندنا بعض الإنجازات وبعض الأمور التي إن فعلناها فإننا سنحصل على مساحة إضافية كما تشاهدون هنا مثال عندنا هذه المساحة في حال نزلنا التطبيق ميجا على الحاسوب فإننا سنأخذ مكافأة 20 جيجا بايت وفي حال استخدمناها فإننا سنحصل على 40 جيجا بايت ومدتها لمئة وثمانين يوما وبحال حملنا التطبيق على الهاتف الجوال فإننا سنحصل على هذه المساحة لمدة مئة وثمانين يوما وهنا في حال دعوة أي صديق ليعمل حساب في ميجا فإنك تحصل على هذه الهدية وهذه طبعا هنا 365 يوما يعني سنة كاملة مساحة 30 جيجا بايت تقريبا كيف ندعو أصدقائنا من هنا نضغط على دعوة وتكتب إيميل صديقك وترسل له من هنا إرسال رسالة فيصله رسالة دعوة إلى الانضبام إلى ميجا في حال ضغط عليها وانضم إلى ميجا بنفس الرابط فإنك تحصل على هذه الهدية وهذا الأمر أحببت أن ننبه له لأن هناك كثير من الناس يقولون لك إن الميجا يعطيك مساحة 50 جيجا بايت نعم يعطيك مساحة 50 جيجا بايت لكن بداية لمدة شهر واحد ثم تنقص إلى 15 جيجا بايت ننتقل الآن إلى الموضوع الأهم وهو كيفية ترفع على سحابة التخزين كيف نرفع مجلد وكيف نرفع ملف وكيف ننشئ مجلد جديد طبعا إذا أردت أن تنشئ مجلد جديد فهذا اعتبره هارد ديسك عندك الآن بإمكانك إنشاء مجلدات جديدة ثم رفع ملفات إلى داخلها مثلا نضغط هنا ونكتب صور هامة مجلد صور هامة كما رأيتم عندنا الآن مجلد بإمكاننا نرفع ملف واحد فقط بالضغط على رفع ملف ومن هنا نرفع ملف واحد صورة واحدة كما رأيتم اكتمل وهذه هي الصورة بإمكاننا نرفع أيضا مجلد كامل واختيار مجلد الذي نريد تحميله وكما رأيتم اكتمل تحميل الملفات عندنا هنا مستندات هذه المستندات طبعا هي مستندات فارغة للتجربة وعندنا هنا صورة والآن في حال أحببنا مشاركة رابط لهذه الصورة نضغط على احصل على الرابط ثم نقول له موافق كما رأيتم هذا هو الرابط بإمكاننا نسخه بهذا الشكل نغلق الآن الآن بعد أن نسخنا الرابط نرسل الرابط إلى الشخص الذي نريده وهو يفتحه بهذا الشكل يضع الرابط ويضغط عليه فيخرج له أو يظهر له الرابط بهذا الشكل بإمكانه تنزيل الصورة من هنا كما رأيتم طبعا الشخص الآخر قد لا يكون عنده حساب على الميغا ولم يسجل الدخول بإمكانه تنزيل الرابط بهذا الشكل كما رأيتم تم تنزيل الرابط كما رأيتم هذه هي الصورة الآن لنعود إلى الصورة انظروا إلى الأعلى هناك إشارة مشاركة وهذا يعني أن هذا الملف أو هذه الصورة تمت مشاركة رابطها بإمكاني الآن إزالة الرابط كما رأيتم أزلنا الرابط الآن نحاول تحديث الصفحة والرابط نفسه كما رأيتم الملف الذي تحاول تحميله لم يعد متوفرا فبإمكانك إذن عمل رابط لأي صورة تريد مشاركتها وإزالته في أي وقت بإمكاننا أيضا عمل رابط لكامل هذا المجلد من هنا أيضا كما رأيتم نفس الأمر تماما وبإمكاننا إزالته في أي وقت الآن الشخص الذي أخذ الرابط وفتحه سيظهر عنده بهذا الشكل حتى لو لم يسجل الدخول ولم يكن عنده حساب بميجا وبإمكانه تنزيل الملفات بكل سهولة طبعا الشخص الآخر لا يرى ملفات أخرى المرفوعة التي لا يوجد عنده رابطها فقط الملفات التي عنده رابطها يستطيع الدخول إليها وفي حال أزلت الرابط فإنه لا يستطيع الدخول إليها وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم وقد فهمتم كل شيء عن هذا الموقع كان معكم عمر لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب إن أعجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة